اكد حضرته صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخريفة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه حرص مملكة البحرين على صيانة حقوق الإنسان ودعم كل ما من شأنه احترام هذه الحقوق بما يكفل الأمن والطمأنين لجميع المواطنين كما أكد جلالته أن البحرين متزمة دائما بجميع المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي هي جزء أساسي من ثقافة المملكة وهويتها العربية وعقيدتها الإسلامية مشتيرا حفظه الله إلى المجازات الحقوقية البارزة التي حققتها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان حتى أصبحت المملكة نموذجا رائدا في هذا المجال جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك المفدى في قصر الصخير هذا اليوم سعادت الدكتور عبد العزيز حسن أبو العوض ومجلس الشورى رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وأعضاء مجلس الإدارة حيث رفعوا إلى جلالته التقرير السنوي للمؤسسة لعام 2014 وخلال المقابلة أثنى جلالة الملك المفدى على ما تضمنه تقرير المؤسسة الوطنية من إنجازات وأنشطة على المستويين المحلي والدولي والرامية إلى تعزيز وتنمية حقوق الإنسان في المملكة والتعاون والتواصل مع المنظمات والهيئات الدولية في إطار من الشفافية والوضوح للعمل على حماية وترسيخ حقوق الإنسان كما أشاد جلالته بالدور الذي يطلع به مجلس المفوضين والأمانة العامة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وما تؤديه المؤسسة من مهم ومسؤوليات من أجل تنمية حقوق الإنسان والعمل على ترسيخ قيمها وتوعية المجتمع بها والإسهام في ضمان ممارستها بكل حرية واستقلالية منوها العاهل المفدة إلى أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اكتسبت تقديرا دوليا وسمعة طيبة بفضل عملها الذي يتسهم بالموضوعية وينسجم مع سجل البحرين المشرف في مجال حقوق الإنسان والحريات متمنيا جلالته لرئيس وأعضاء المؤسسة توفيق في أداء مهمهم ورسالتهم الوطنية في تعزيز وصيانة مبادئ حقوق الإنسان في المملكة وعقب المقابلة صرح الدكتور عبد العزيز أبو القائلا لقد تشرفنا اليوم نحن المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بوضع تقرير المؤسسة لعام 2014 بين يدي جلالة الملك المفدة واستمع أعضاء المجلس لتوجيهات جلالة الملك المفدة لبذل المزيد من الجهد لمتابعة تطوير أعمال المؤسسة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة مبينا أهمية أن ترصد المؤسسة كافة الجوانب التي يمكن أن تقترح بتطويرها بنحو أفضل إلى الأمام وأن ترصد كافة الجوانب الإيجابية المتحققة للحفاظ عليها ولتعزيزها للأجيال القادمة والجدير بالذكر أن تقديم التقرير لهذا العام قد تحدد بتوافق احتفال العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان من شهر ديسمبر من كل عام